بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم مقارنة سريعة بين جهاز توتل ستيشن وجهاز جيب بي ايس وهما أدوات تستخدم في أعمال المساحة والخرائط ولكل منهما استخدامات مميزة بناء على متطلبات المشروع نستخدم بهاز توتل ستيشن في الحالات التالية 1- الدقة العالية عندما تحتاج إلى قياسات دقيقة جداً للمسافات والزوايا مثل المشاريع الهندسية والإنشائية والمساحات الصغيرة 2- المسحات الصغيرة عند العمل في مساحات محدودة مثل المشاريع الحضرية أو داخل المدن 3- تفاصيل تضاريسية دقيقة عند الحاجة لرسم خرائط تفصيلية للمعالم والتضاريس في المناطق الصغيرة 4- في المسحات المسطحة إذا كانت المنطقة محدودة ولا تتطلب تغطية مساحات واسعة ونستخدم الديب بياز في الحالات التالية 1- المسحات الكبيرة عندما تحتاج إلى تغطية مساحات واسعة مثل المسح الطوبغرافي للأراضي الكبيرة أو الطرق الطويلة 2- التغطية الجغرافية الواسعة مفيد جداً في الأماكن المفتوحة حيث تتوفر إشارة الأقمار الصناعية بسهولة 3- الوقت السريع عندما تحتاج إلى الحصول على مواقع بسرعة وبدقة جيدة خاصة في المشاريع التي تغطي مسافات طويلة 4- الاعتماد على الإحداثيات العالمية إذا كان المشروع يعتمد على نظام الإحداثيات العالمي مثل رسم خرائط للمشاريع الكبر أو التعامل مع بيانات نظم المعلومات الجغرافي وفي العموم توتل ستيش أفضل للمشاريع التي تتطلب دقة عالية في القياس والزوايا مثل الإنشاءات GPS يستخدم عندما تكون السرعة وتغطية المسحات الكبيرة هما الأولوية مثل أعمال المسح العام